أقام منتدى الرصاف للكفاءات في المشروع العربي ندوة بعنوان الثقة بالنفس وكيفية تطويرها وذلك لسقر وتطوير الكوادر والهيئات التدريسية لخلق جيل متسلح بالثقة والاعتماد على النفس والأخذ به نحو التطور والرقي ما علق لي فأني لغيته وذاك يقول لا لأنني نزلت المجد هل هذا إنسان واثق من نفسه؟ ندوة بعنوان الثقة بالنفس وكيفية تطويرها لخلق جيل تربوي قادر على تحمل مسؤولياته مبنيا على الثقة متمسكا بالاعتماد على النفس هذا ما يسعى إليه المشروع العربي اليوم عقدت ورشة عمل في المنتدى الثقافي التابع للمشروع العربي عنوان المحاضرة الثقة بالنفس وتطويرها هذه المحاضرة تعتبر من المحاضرات المهمة لأن الحاضرين جميعهم هم تربويين يدرسون ويربون أجيال فالجيل الذي يبنى على ثقة بالنفس يستطيع الاعتماد على نفسه لذلك كانت عنوان محاضرتنا الثقة بالنفس وتطويرها ليس فقط للموجودين لكن لتنمية جيل كامل باعتبارهم أساتذة وتدريسيين قطط آنية ومستقبلية وضعها منتدى الرصافي للكفاءات للنهوض بالكوادر التعليمية والتدريسية من خلال تنظيم أدوات وورش عمل للنهوض بهذه الكفاءات نحو التطور والرقي من ضمن الورش أو الخطة التي أعدها منتدر الرصافي للكفاءاته من أعضاء الهيئة العامة من أمانة العامة من المنتدر الرصافي للكفاءات والتي تكون على شكل تدريب شهري لكل متدرج لكل أعضاء الأمانة العامة وكانت هذه الدورة التي تلقيها الدكتورة وضحة هي الثقة بالنفس وكيفية إمام هذه التجارب أو الثقة بالنفس لكثير من الهيئات التعليمية والتدريسية في مدارس الرصافي دورات متعددة الأفكار والمواضيع يحاضر فيها أساتذة أكفاء فيما أثر المشاركون فيها آراء وأطروحات جديدة هذه الدورات صراحة تنمي قدرات المعلم وشاركنا قبلها بعد الدورات كما عرفت المنتدى الدورات الصيفية والحمد لله استفادينا هواية خبرة حيث المشروع العربي ما جابهم حي الله واحد جابهم أساتذة ذو كفاءات عالية ودكاترة لقناة الفلوجة بشير الحسن